بلغت المسؤولين وبلغت وزارة الشباب والرياضة ولا حد فيهم عمل حاجة ولا حد عمل فيهم عريبة قدوا سمير التفاهني وحسام رويبة هم بس فالحين أي حد يجي يعمل بطولة ولا حاجة وياخد مديلية وهو جاي في المطار روح يصوره معاه شاد كده وبتاعه الكلام ده إنما كل اللي انت بتقوله ده أنا قلتوا أكتر من مرة مع ناس وقلتوا هنا عندي في البرنامج وبلغت ناس ووصلت لهم الرسالة وكلمت مسؤولين هو التكليم ده لابد إن يجي لأن المسؤول المسؤول هيقعد فترة ويمشي همليش حد بيقعد على طوله لا لا وهيبدوم لحد بس لعيب الكورة بيبقى رمز طبعا طبعا وحده أداء جيد ولعبه في وقت إن ما كانش فيه فلوس وقتها فلابد من إحنا نقرم اللعيبة الأدامة لأجالي الأديمة ربنا يهدي يا كابتن الحمد ربنا يهدي طيب مش ورك مع المنتخب تعد لعيبت المنتخب كم سنة أنا لعبت يا كابتن حوالي 8 سنين أنا لعبت 15 مباراة بس حوالي 5 مباراة لو بالوقت يعني أساسي أه لو بالوقت لأن طبعا كان فيه لعيبة كبار في مكاني فكان المدربين بيقلقوا اللي يلعبوني أه عايزين اللعيبة الأسامي عشان وجمهم أه كابتن عبد السلح لوحش عن بيبو قلت له بيبو على دماغي يا كابتن عبدو بس حطيني باك يمين حطيني نص الملعب ألعب أه ألعب أه وما تخافش علي أنا فت لأن كنت ألعب مطشوات وديها لقابت في الأردن و جبت جون من 40 ياردة مطش ودي ولقابت الكاميرون في المحلة جبت جون وعملت مطش كبير جدا فمطشوات الدولية كانت تقوليها باكر السورة دي أه أمد سليمان زكريا ناصف أنا محمود حسن أبراهيم يوسف بدر حامد علش حاتة زابد البطر حمد أصد إيش هو غريب طارة وزيد طارة وزيد أه كانت مباراة إيه؟ دي كانت في استاد القاهرة أوه دي مش عارف كنت ساوس هامتون أو حاجة أه كان في مباراة لساوس هامتون كانت في بورس عيد طب فاكر السورة دي؟ دي الكابتن مصطفى عبدو الكابتن مجد كامل الله رحمه الكابتن جارم أه حمدي عبدالله أطلح حسين أي بيبو إبراهيم يوسف أم شاكر أم شاكر عدن المأمور حمامة محمد حازم أيه الله يرحمه الله يرحمه دي كانت في نادي إسكو ها كابتن في نادي إسكو كنا بنتمرنا كانت تمرين أيه أيه كان الكابتن جين دي لا دي كانت في نادي إسكو كان كابتن عبدالصالح عبدالصالح الوحش أه ها يارين فاكر دي؟ ودي دي لي في إسكو أه دي في إسكو دي المدرجة بتاعت إسكو وراء أه واللي فاتت واللي فاتت كمان أه اللي فاتت آآ آآ خالق كرم أيوا دي ملعب حميد كابتن مصطفى يونس كابتن خالق جادالة آآ خالق كرم حمدي عبدالله حسين خطيب إبراهيم يوسف عدي المأمور أيوا حمامة 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 آآ حازم مين اللي بعد حازم محمد عمر محمد عمر وبعدين شاء الله خليب وحيد كامل وحيد كامل ومسامة خليل ومسامة خليل ودكتور محمود سعد محمود سعد وكابتن سابت البطل يا خبى ربيد يا خبى ربيد يا خبى ربيد الله هدي بقى دي كابتن عد المأمور آآ كابتن مصطفى عبدو آآ خالق جادالة حمدي حسام البدري أبراهيم يوسف آآ المحلة التلاتة دول محلة محلة خالق كارم أحمد حسن شوى غريب كابتن فاروق عفر كابتن سعد سليط دي كانت فين دي نادي الزمالك با يا كابتن حولك ده ببورسعي dāكابتن ب видно بورسعي اه بят بورسعي بي بورسعي بتعني مش هالأ دي ببورسعي ده لا نادي الزمالك دي بننادي الزمالك يا صورة دي دي بننادي الزمالك بس مش فاكر ماضش إيدا اه شوف كنا بنروحنا نعيب فينا الننادي الزمالك ونعيب بالنادي الأهلي ونعيب في كل آندي مصر مع ربش إيه اللي حصل ايالي حاصللينة انت علاقتك كانت بحسن شحاتة لما كنت في المنتخب والحد هذه اللحظة إيه ده وفاروق جعفر إيه ده استفار رسلي إيه ده استفار رسلي إيه ده طيب آآ لما بتشوف الصور دي يدور في ذهنك إيه بقول إن هي دي الناس الزمن الجميل اللعيبة المحترمة اللي احنا كلنا كنا أسرة واحدة نعم انت أنا كنت شوفك في المنتخب مع حسن شحاتة والضحك والتهريج والحاجة الجميلة أنا مش عارف ليه التعصب احنا بص بقى عايزين نفرج الناس على شوية أهداف كده لحمدي نوح آآ يا سيدي يا سيدي أحمد سليمان أحمد سليمان العمدة ده فهد آآ مين اللعيبة اللي كنت بتلعب تستريح جنبه يا حمدي والله أي في المنتخب مصر في المنتخب مصر طبعا لحضرتك بس يمكن ما أسعدنيش الحظ إن أنا ألعب كتير آآ أنت كنت لعيب كبير يا كبتل الله يخليك يا حمدي والجراية بتوصل الفرقة في أقل آآ ده مجدي عبدالغاني ده اللي جيب الجون آآ ده مجدي أنا اللي عامل هالو دي آآ طبعا آآ وأنا جبت الجون الرابع ده كان كاميرون كاميرون ده كان على ملعب آآ المحلة المحلة في غاز المحلة آآ آآ أنتوان بيل اللي هو وقف يا كبتل آآ مع فريق اللي بتاع الكاميرا آآ أيوة كان جول جامد قوي يا حمدي آآ أيوة طبعا كان جول جامد قوي قوي طبعا طبعا طيب وإحنا بنتكلم كده إنت عاد فتاريخك مع المنتخب مش كتير آآ مش كتير بعد ما خلصت